أقوى وأعتى سلاح في العالم يفقد قوته أمام أي قانون دولي ينفذ ويطبق على مالك هذا السلاح أو مستعمله أيضا خاصة إذا كان هذا القانون وضع لحماية أرواح الأبرياء وحماية منتلكاتهم وأرضهم الأصيلة والأصلية ويعاقب بشدة من استعمل هذا السلاح بتلذذ ضد الأبرياء خاصة الأطفال والنساء وفي المقابل فإن أضعف سلاح ولو سكين يصبح سلاحا مرعبا في ظل انعدام تطبيق القوانين الدولية التي من المفترض أن تلتزم بها الدول فما بالكم لو اجتمع استعمال السلاح الفتاك المرعب ضد الأبرياء مع غياب تطبيق القوانين الدولية الإنسانية كيف لنا أن نتخيل الصورة المرعبة حينئذ ليه عم بحكي هالكلام بحكي هالكلام لأن أقوى سلاح تستخدمه إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني هو سلاح الصمت الدولي ولا أقصد بذلك مجازا ولا استعارة بل أقصد الحقيقة وإلا كيف يستمر هذا القتل المباشر لأهل غزة الأبرياء العزل لأكثر من عام أتحدث عن النساء عن الأطفال عن كبار السن عن المرضى عن نحو ثلاثة واربعين ألفا قتلتهم الحرب الإسرائيلية في غزة وما زالت تسعى للمزيد وأصابت عشرات الآلاف منهم شردت أكثر من خمسة وثمانين في المئة من سكان غزة من بيوتهم نازحون لا شيء يؤويهم وإذا آواهم ما توفر لاحقتهم نيران الحرب لتجعل ما آواهم قبل الموت مأواهم بعده جوعتهم فلا لقمة تصبرهم على جوعهم كل هذا أمام عدسات التصوير التي تنقل بالصوت والصورة استغاثات الموجوعين لما يسمى مجلس الأمن وقلنا لعل المشاهد الآتية من غزة تطرق باب القوانين الدولية فتزعج نومها قليلا كي تنقذ طفلا من الإعدام فلم نسمع إلا كلاما من قبيل إنما يحدث في غزة انتهاك للقوانين الدولية مخالف لقرارة مجلس الأمن والأمم المتحدة عموما وإذا نقلت دولة مأساة غزة إلى مجلس الأمن حنت أمريكا على إسرائيل وباركتها بيفيتو من العيار الثقيل لأن كلمة في مسودة قرار لوقف الحرب أو عبارة لم ترق لواشنطن حرصا على مشاعر تل أبيب التي تغضب ممن يقول لها أوقف قتل الأبرياء في غزة وأيضا كيف تستمر معاناة الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية منذ عام 67 ويتسع الاستيطان على أراضي أهلها وينكل المستوطنون رسميا بسكانها الأصليين يحرقون ممتلكاتهم حتى موسم الزيتون يفسدونه وكل هذا أمام صمت القوانين الدولية التي ما أجبل فقراتها وأرق عباراتها الإنسانية وما أقبح شلها أمام الحق في الحرية والكرامة ثم تفكر واشنطن ولندن بفرض عقوبات على المستوطنين باروخ وشلومو ونعم وكأن المسألة متعلقة بأشخاص لا باستيطان منهجي تقره الحكومة الإسرائيلية ولا باحتلال تقر بإنهائه قرارات مجلس الأمن صمت مجلس الأمن الدولي جعلته إسرائيل أقوى سلاح في يدها ولو انتهى الصمت لأصبحت المركبة مجرد دبابة في ثكنتها